اشتركوا في القناة مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال يبلغ من العمر 33 سنة وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية ومبحوث عنه أيضا بمقتدع نشرة الحمراء صادرة في مواجهته من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول وقد تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومة دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الديستي والتي قادت إلى توقيفه مساء اليوم بمدينة طنجة بعدما ولجى المغرب بطريقة غير شرعية وتشير المعطيات الأولية للبحث أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ السابع من شتنبر 2024 وكان المشتبه فيه يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدة وخمسة وعشرون سنة سجنا نافذا بسبب ارتباطه بشبكة اجرامية والصرقة باستعمال السلاح والتهديد وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبة سجنية مدتها القصوى 31 السنة وقد تم إدعو الأجنب الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة وذلك بالموازات مع سريان الإجراءات القانونية والمصطرية التي تقضيها مصطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي ويأتي توقيف المعني بالأمر في صياق الجهود المتواصلة التي يبدلها قطب المديري العام للأمن الوطني والمديري العام لمراقبة التراب الموطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية وحرمانهم من كل ملاد آمن للاختباء أو الهروب وتولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بلغة لتعزيز آلية التعاون الأمن الدولي خصوصا في الجانب العمليات المرتبطة بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة هذا هو بخصوص البلاغ فيما أكد النشاطاء أنهم يقولوا أنه دار بحال ذاك شي ديال بريزون بريك أو بغاية تخبه في المغرب حتى لقى الأمن المغربي كيتسنه شهرة تنبر اللي فات وحد الخمسة دلأشخاص هربوا من سيجن في البرتغال وغبر لهم الآثار كل واحد فين مشا واحد فهد وهو أخطرهم عنده 25 حبس ديال الحبس دوز فيها عشرة سنين فشهرب من الحبس السيد داروا عليه مذكرة بحال الدولية وما بقاوا عرفوه فين مشا ومع أخونا خطير شوية وصحيح وذك شي ما قال لها أرسوا غير يدخل المغرب بطريقة غير شرعية زعمة هو ذك شي ديال العصابات وذك شي ما خايفش يعرفوه ويسياد نديسي جمعوا المعلومات وعارفين كل شي اعطاوه دكشي البوليس فطانجا اللي شدو هاد العشية ورهد بكين في الحراسة النظرية في انتظار ترحيله وهما هادو الصور ديالو في طبيعة الحال هادو بخصوص هادو الخبر الأول وهذا عمو منها عندو زلوا هادو الخبر صادم جدا وهي هادو الصورة اللي بين إيديكم أخواني وأخواتي اللي كانت تعلق بمن شلالة ضواحي محمدية يهم عشاق تقلية ونص عمر بالكفتة ديال خمسة دراهم الضارك الملكي حجز كمية كبيرة من التقلية وحتى اللحوم الفاسدة والغير مخزنة بطريقة جيدة بحيث أنه أشكي يقول الخبر يقول الخبر أنه تم ضبط نصف طن من اللحوم الفاسدة في المحمدية حيث ضبطت عناصر الدرك الملكي بشلالات المحمدية صباحا اليوم كمية من اللحوم الحمراء الفاسدة التي كانت في طريقها للاستهلاك وأفادت مصادر علامية أن الكمية التي تم ضبطها تبلغ حوالي خمسمائة كيلو جرام وكانت منقولة بشكل غير صحي في الصندوق الخلف لسيارة خاصة دون مراعاة لشروط السلامة وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية تمت عندما أوقفت دورية عادية من رجال الدرك سيارة مشبوهة أمام أحد محلة بيع اللحوم بمركز الشلالات وبعد التفتيش تم اكتشاف اللحوم الفاسدة التي كانت معدة للتوزيع هذا وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث تم متابعة السائق في حالة صراح مؤقتة فيما تم التنصيق مع المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة الصحية للمتاجات الغذائية لإطلاف اللحوم الفاسدة بشكل قانوني إخوانو الأخوات خسكم تعرفوا حد الحاجة اللي هي أن ملك الشيط الحم الأسواق كتوقع حد العلامات تستفهم فين كيمشي وخسكم تعرفوا أن نقل اللحوم خسوا يتنقل في تلاجات أنا عاود نكررها نقل اللحوم شي من والو خص رخص خاصة وخص تكون ديزع لها الأطباء البيطاريين وأيضا رخص مخصصة لهذا الشأن وكتعرفوا أن لحم رأى أخطر الأشياء اللي كتضر الصحة دي للإنسان معاك بالأسف رأى كيتم توزيعها بطرق احتيالية وكتبشي في طرق غير صحية والناس معاك بالأسف من اللي كيطهيوها رأى كيوكلوها الناس وكيديروها في الصوسيس وكيديروها في عدة أكلات اللي كتجي للناس أنها بوحد السعر بخص ولكن رأى صحتك اللي غد يتبشي لك وغد تخسر عليها أتشري بخمسة دراهم وأتخسر عليها ألاف دراهم معاك بالأسف دائما حضروا رأسكم إخواني وأخواتي من هاد التلاعوبات دائما اللحوم خاصة تنقل في تلاجهات ما كتنقلش بحلوك عادي هادك شي كان في حد الزمن بكري ولكن هاد شي رأى خاصه يتحبس لأن من أجل صحة المواطنين لأن صحتهم في خطر هاد بخصوص هاد الخبر عندوزو الخبر آخر إخواني وأخواتي واللي هو ديل هاد شاب رحمه الله هاد شاب اسمه حمزة من مدينة طنجة في عمره 28 عام متزوج هاد الصباح في طريق درهراه بمدينة طنجة كان بغي قطع طريق فجأة ضربته سيارة مسرعة كانت متجهة نحوه قرب مسجد طه الأمين الوقع أثارت رعبا للمواطنين عين الحادثة حمزة مسكين مات في الصباح اللي رزقوا ربي بالدرية دعوتكم له بالرحمة والمغفرة وكذلك لولده اللي دايني كان يراقبانه وهو يعبر طريق لملاقاتهما المصدر طنجة و بو ايم اغ معك من الأسف هذا الشاب فقدناه بسبب أنه وناس وكيحترموش نفسهم وكي يعافطو في الطريق بهاد الكلمة كيكسيريو كيمشيوا بسرعة فائقة كيمشيوا بسرعة اللي كتهدد سلامة المواطنين ماكيش احترام ديل الراجلين الراجلين وخيدوز من ماما الراجلين أو غير ماما الراجلين خستك تحترمو خستك توقفليه كنشوفوها بأنه وحد كين وحد إن عدام ديل المسئولية والحس بالمسئولية وهكذا كنت سبو في يتم وحد صبي ولا صبية لي الله تولد ما غديش تشوف الأب ديلو مات في حديث تسير فإن لله وإن إليه راجعون الله يجعل قبره روضا من رياض الجنة والله يصبر الأهل ديلو وارزقهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون وفي الخبر الأخير إخواني وأخواتي قضية ويلد شينوي أو عفوان نوردين شينوي كتعرفوا حد تطورات اللي مقلقة وتطورات اللي أصبحت دير البوز مع كم الأسف بزاف خرجوا حد سيد اللي أكد بأنه فقط هدك الحمامة اللي كانت ديري اللي فيها ستعور وشافوا الصورة ديالها قال لي هم خرجوا قال لي هم هذا فقط تمثيل في تمثيل وأنه هدك السيد لسميته الشينوي أنه يدير البوفاء إلى آخره وأنه كانت تفق معاه باش يخلصوا بحد ألف درهم باش يدير مسرحية بالعاني باش يدخل مورها اللي يدير البوز وخلق البوز ومن ورها يعاونه الناس طبيعة الحال هدي كتبقى الرأي ديال هاد سيد هو اللي كتحمل المسؤولية دياله هدي من جهة من جهة تانية أنه الشينوي يخرج والأصدقاء دياله وقالوا أنهم غاد يرفعوا وحد دعوة قضائية بخصوص هاد اتهامات الخطيرة اللي قال هاد سيد كتبقى الحقيقة ضائعة كل صراحة وحد الأخ يقول لك طلع كل شي تمثيل كل وحده شك يقول كل وحده كيدلي بدلو دياله في هاد القضية احنا ما يمكنش لنا نكون إلا محايدين احنا تعاطفنا معه بطبيعة الحال كما تعاطفوا معه الآلاف ديال الناس خصوصا أنه من اللي كان نشوف أن الفيديوهات دياله مضحكة وفيها تمثيل فيها كيتقمص في عدة شخصيات هاد شي اللي كان كيبليان شخصيا في الريلز أو في الفيديوهات القصيرة اللي كتبان على الفيسبوك ولكن هاد شي فقط تمثيل من أجل استمالة المواطنين فهاد شي أصبح خطير جدا هدي من جهة من جهة أخرى كيف كتعرفوه بأن ولد قدر يكون بالصحة مريض فهذا كان الحقيقة ضائعة ما عرفنا شكون إلا لا تفتحوا حتى تحقيق باش الناس يشوفوه شهد سيد واش كان فقط كيكدب على الناس أو بالصح هو سيد مريض أو كال توكل أو سحري لي أو فقط كال أشياء مسمومة كلاف الزنقاء وصاب تم تسموم أو جرتو مثل ما هاد شي كيبقى العلمو لله ما نقدرش نجزمو لكن قوموا حايدين فقط كنشوفوه الأمور عن بعد ما عارفنش تفاصيل دقيقة ما كناش قراب ليه ففقط كنحكبو على الظواهر والله كيعرف السرائر شكرا لكم على حسن الإصغاء والإستماع إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة